ناقش المشاركون من 15 دولة عربية في مؤتمر حول الاقتصاد وقضاياها المعاصرة التحديات والمخاطر التي تواجه مختلف القطاعات العربية وكيفية زيادة التعاون الاستثماري وأكد المشاركون خلال المؤتمر الذي افتتحه أمين عام وزارة الصناعة والتجارة يوسف الشمالي أهمية العمل على تجيع الاستثمارات العربية في دول المنطقة والمحافظة على رؤوس الأموال العربية من الهجرة للخارج في ضوء التحديات التي تواجه العالم وناقش المشاركون الاقتصاد الخفي وتأثيراته السلبية والإيجابية على الاقتصاد الوطني والطاقة المتجددة ومستقبلها في ظل انخفاض أسعار الذهب الأسود ومعوقات الاستثمار العربي والوصول إلى التكامل الاقتصادي البيني تمكن الأردن من تحقيق معدلات نمو إيجابية خلال الخمسة عشر السنة الماضية تضعف نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ثلاث مرات وقفزت الصادرات الأردنية خمس مرات واستمرت الاستثمارات الأجنبية بالتدفق على الرغم من الاضطرابات الإقليمية لتبلغ مليار ومئتين مليون في العام 2015 توقيته جاء توقيت مناسب لأنه مع رحيل حكومة وتشكيل حكومة جديدة حكومة اقتصادية الطابع وكلنا نعرف أن الأردن يواجه تحديات كبيرة على المستوى الاقتصادي بسبب التهاب المنطقة والزلزال الذي هوى في دول المجاورة حولنا ولكن في نفس الوقت هناك فرص هناك فرص للاستثمار